اشتركوا في القناة عن ممارسة عملية التمرير المزدوج لبطاقة الدفع من أجل حماية معلومات الزبائن وما يصاحبها من تهكير لحساباتهم وفي تصريحات خاصة بالنشرة الاقتصادية أكد الرئيس التنفيذي لشركة كريدي ماكس يوسف ميرزا إن الشركة استحدثت بدائل لدمج أنظمة الدفع بالبطاقات كما بدأت دراسة تقديم خدمات الدفع عبر الهواتف النقالة كان معروف أنه لما تعمل دبل سوايبنج الممكن أن المعلومات البطاقة تتخزن عند المحلات والمحلات ممكن تكون عرضة للهاكينج يعني الديتا المعلومات يأخذونها ممكن يصير سوء استخدام لها فالقرار البنك المركزي إنه يعمل يعني يوقف عملية الدبل سوايبنج قرار سليم إحنا كشركة كريدي ماكس بدنا نراسل المؤسسات اللي إحنا نتعامل وياهم وعملنا عملية تثقيف ونطر الشيء لهم مسجات إنه يوقفون هالعملية فالصالح السوق يعني في خبر آخر توصل شركة البحرين لمطاحن الدقيق مضاعفة عملها لإنتاج أكبر كميات ممكنة من الدقيق لتلبية الطلب المتزايد وخاصة خلال شهر رمضان المبارك الزميل طلال نايف زار الشركة وأعد لنا التقيير التالي لتوفير احتياجات المستهلك ولإشباع رغباته من الدقيق في كافة أشهر العام تكثف شركة البحرين للمطاحن إنتاجها لارتفاع إقبال المواطنين والمقيمين على منتوجات القمح والمخابز باعتباره الحصن المنيع لهم خاصة في شهر رمضان المبارك لتوافره على موايد الرحمن والزيارات العائلية على موايد الإفطار والسحور وحول مخزونها الاستراتيجي قال المدير التنفيذي لشركة البحرين للمطاحن محمد ناس إن الشركة تحتفظ بمخزون استراتيجي تقدرته ستة أشهر من القمح في صوامع الشركة تحتفظ الشركة بمخزون استراتيجي مقداره ستة أشهر من القمح في صوامعنا للطحن وكذلك الطحين للمخزون استراتيجي لمدة أسبوعين إلى عشرين يوم هذا يكون عادة موجود سواء كان في شهر رمضان وعلى طول السنة نحن بشكل دوري نطرح مناقصات في السوق العالمي لشراء الغمح وحسب الكميات المتوفرة للبيع والنوعيات التي نطلبها تكون نوعيات ذات جودة عالية تلبية الطحين لجميع شعب البحرين من مقيمين ومن مواطنين هذه التغطية والخبز في البحرين مدعوم يعني تشكر الدولة على دعمها لهذه السلعة الحامة والتي تغطي جميع فئات المجتمع المدني الموجود في البحرين كمية وفيرة من الدقيق تأتي تلبية لاحتياجات مستهلكية القمح والدقيق في البحرين بمعدلات قير طبيعية فكلما يزل الطلب على القمح ومشتقاته تزداد القدرة الاستثنائية لدى الشركة لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في الانتاج اليومي في سياق متصل ليواصل تجار الأغذية في المملكة لالتزام بتثبيت أسعار السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك وفق وثيقة تعهد تم توقيعها قبل الشهر الفضيل التفاصيل في تقرير الزميل محمد الجيوسي 96 تاجراً ومورد أغذية أخذوا على عاتقهم الالتزام بتثبيت أسعار السلع الغذائية طوال شهر رمضان المبارك تعهد أضحى عادة سنوية حميدة انطلقت من رحم بيت التجار لتكون خير عون للمستهلكين في تحضير موائد الإفطار والسحور بما يتمنوه لكسر صيامهم الوثيقة توقع للسنة الرابعة التوالي الوثيقة فيها تعهد بعدم رفع الأسعار بل في المحاولة لخفض الأسعار في خلال رمضان للسنة الرابعة التجار ملتزمين به الوثيقة أخلاقية والحمد لله جميع التجار المتزمين به بتدين نوقع حوالي 70 تاجر اليوم وصلنا إلى 96 تاجر والتجار متحمسين إنهم يحفظون على الأسعار طوال شهر رمضان المتتبع لحركة الأسواق خلال الشهر الفضيل ما ينفك يرى وفرة غير مسبوقة من البضائع والسلع الأساسية مدعوما بتحمل جميع موردي الأغذية مسؤولية ضمان انتظام طرح كافة السلع الاستراتيجية في الأسواق على أكمل وجه وانسيابية الواردات من مختلف بقاع العالم مثل ما تعرف أنا أعتمد أعتمد كله على الشركة المملكة العربية السعودية ثلاث شركات ألبان توصل لنا وعندنا أربع شركات ألبان في البحرين فعندنا ما عندنا أي مشكلة في المخزون ولا في التوصيل بشكل يومي أنا أعتقد التجار الخلقة والتحديات والمشافل وإن يحلونها عشان المستهلك يرتاح تضمينات لا محدودة من مختلف أطراف معادلة التجارة والاستيراد واستقرار قل نظيره في معادلة العرض والطلب هذه السنة تجعل من احتمالات وقوع أي شكل من أشكال الأزمات الغذائية جزءا من التاريخ بفضل تكاومل أدوار القطاعين الحكومي والخاص في سبيل ضمان رضا المستهلكين على اختلاف مشاربهم ولا نترككم مشاهدين مع السعار صرف دينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر